النهار ده في الدوري المصري الممتاز في الجولة التلاتاشر دوري نايل بيراميدز فاز على الاتحاد السكندري واحد صفر احمد سامي يسجل الهدف الوحيد في البيئة 75 وبصراحة الاتحاد النهار ده ما قدمش مباراة كبيرة وبيراميدز كان الافضل ملاحظ حاجة في بيراميدز مش عارف حضراتكم ملاحظينها معايا ولا لا مش عارف هاولها لكم لما نرجع لتكلم بلوقتي بس نشوف الهدف ونشوف احتفالات لعبي بيراميدز بهدف احمد سامي هدف الوحيد في هذه المواجهة في الديئة 75 في حاجة ما بين بيراميدز ورمضان صبحي او ما بين الرمضان صبحي وبيراميدز في حاجة العلاقة مش عظيمة ما انا برضو ما فهمش يعني رمضان صبحي مايلعبش اساسي مع بيراميدز في مباراتين واربعض ومع مدرب جديد يعني او كان باتشيكو بيعملها شوية فاقول مسلا قناعات الراجل لكنيجي مدرب جديد ورمضان برضو مايبقاش موجود اساسي فاعلامات استفهام راجل بيلعب اتنين مهاجمين منهم واحد بيلعب جناح واحد بيلعب مهاجم فاخي لقاي بيلعب جناح لو ما جاء رمضان صبحي لو عادي من عند جناح براه ورمضان صبحي يعني ولعب مهاجم لو مرار الحمدي او فاخي لقاي في حاجة وعلامات استفهام كبيرة على قصة بيراميدز في سؤال دايما بيتطرح هو رمضان صبحي هيسيب بيراميدز هو رمضان صبحي هيروح الاهلي او هيرجع الاهلي هو رمضان صبحي هيروح ايزا مالك هقولك في التلاتة الموقف ايه بالنسبة لبيراميدز لا هم شايفين ان رمضان ما زال قيمة كبيرة مش حابين ان هم يستغنوا عنه بسهولة يعني مش هم مش رموا توبيت رمضان ويمشي روح في اي حالة لا هم مازالوا متمسكين برمضان صبحي بالنسبة للزمالك فبتصريحات معلنة في الزمالك ما عندهمش مانع ان رمضان صبحي يكون موجود في النادي لو الامور سهلة مع بيراميدز في الاتفاقات المالية بالنسبة للاهلي ودي الحكاية الاكبر والاهم انا سألت بشكل واضح هو رمضان ممكن يرجع النادي الاهلي تركز معاي سألت هو رمضان صبحي ممكن يرجع النادي الاهلي فاتقال لي الكلام اللي هلقولك ده مبدئيا فنيا مكان رمضان صبحي مليان في الاهلي دلوقتي فاحنا فنيا مش محتاجين رمضان صبحي دلوقتي طيب الموضوع والمشكلة اللي حصلت قبل كده واللي بسألت هوها مش من النادي الاهلي والتفاصيل والحاجات دي كلها دي فيها انقسام في النادي الاهلي ما بين شايف انه خلاص اللي فات مات وكل الناس بتغلط وكان صغير والكلام ده كله ما بين ناس شايفة انه لأ صفحة رمضان مقفولة تماما بالنسبة للنادي الاهلي طيب انا اخد من الكلام ده كله ايه من الكلام ده كله انه ممكن في المستقبل لو بعد سنة سنتين تلاتة الاهلي يسامح رمضان قوي يعني العلاقة اللي بينهم تبقى احسن فيرجع الاهلي لو الاهلي محتاجه فنية لكن دلوقتي الاهلي مش يجيب رمضان صبحي دلوقتي 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 بعد ست شهور مثلا الاهلي ما بيفكرش في رمضان صبحي فنية على الاهلي دلوقتي دي الحكاية بتاعت رمضان يعني قلت فرصة اقولها لكم ما المتش اشتركوا في القناة